دلوقتي تعالوا نشوف أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بمشيئة المولى عز وجل وكمان المباراة اللي هتتلاعب في الجولة السبعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لليورو بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فالنهاردة هتنتهي المدة اللي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لإتاحة الفرصة لمن يرغب من طالب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 للتظلم من القرار الخاص بنتيجة الكشف الطبي عليه أمام لجنة التظلمات المختصة لإعادة الفحص وإعداد تقريرها النهائي النهاردة هيكون موضوع خطبة الجمعة بعنوان عهد الأمان مفهومه والحقوق المترتبة عليه وشددت الوزارة على الخطباء بضرورة الالتزام بنص الخطبة والوقت المحدد لها النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع سبع مباريات قوية في إطار الجولة السبع من التصفيات المؤهلة ليورو 2024 منها مباراة هولندا وفرنسا الساعة عشر لربع بالليل في نفس التوقيت مباراة النمسا مع بلجيكا ترجمة نانسي قنقر